اليوم سوف نرى تمارين متعلقة بحروف الجر التي تأتي مع المكان بمعنى عندما تكون في مكان ما أو تكون داهب إلى مكان ما أو قادم من مكان ما ما هو حفل الجر الذي يجب عليك استخدامه؟ حرف جردسو نستخدمه مع الأشخاص، الأنشطة، وأسماء الشركات نستخدمه كذلك عندما نكون داهب إلى مكان ما ولا نقصد إلى داخله إلى داخل أصواره تستخدم حرف جردسو كذلك مع المناسبات والإحتفالات عندما تكون داهب إلى احتفال ما كزفاف مثلا أو حفلة حرف جردسو نستخدمه عندما نكون داهب إلى داخل مكان فيه أصوار أو نكون في مكان فيه أصوار كمنزل، غرفة، سوبرماركت إلى آخره نستخدم كذلك حرف جردسو مع الدول بأدوى التعريف إذا كنت داهب إلى دولة ما والدولة يجب أن تكون بأدوى التعريف تستخدمه كذلك إذا كنت في مدينة ما أو دولة ما حرف جردسو نستخدمه مع الأشخاص عندما تكون عند شخص ما أو مع الأنشطة عندما تكون تفعل نشاط معين أو مع الشركات عندما تكون في شركة ما حرف جردسو تستخدمه إذا كنت داهب أو كنت في مكان فيه ماء كالبحر الشاطئ، النهر إلى آخره تستخدم حرف جردسو عندما تكون آتي من مكان فيه أصوار كالمنزل، المدرسة، السوبرماركت يعني تقصد أنت خارج من مكان فيه أصوار أو آتي منه تستخدم حرف جردسو عندما تكون في مكان أو داهب إلى مكان عالي كالجبل مثلا نستخدم حرف جرد أو كذلك مع الجزر عندما تكون داهب أو في جزيرة ما نستخدمه كذلك مع البادية عندما تكون داهب أو في البادية تقول أنا مثلا في البادية أو القرية الأماكن التي تنتهي بماركت وبلاتس نستخدم معها كذلك حرف جرد أو في البادية بالستناء زوبا ماركت تستخدم حرف جرد أو كذلك عندما تكون فيه احتفال أو مناسبة مثلا حفلة أو زفاف حرف جرناخ تستخدمه إذا كنت داهب إلى مدينة ما، دولة ما، الدولة يجب أن تكون بدون أداة تعريف قارة ما أو اتجاه معين كالشرق الغرب اليمين اليسار إلى آخره حرف جرد تستخدمه إذا كنت آتي من عند شخص ما، شركة ما أو نشاط كنت تقوم به كذلك تستخدم حرف جرد عندما تكون آتي من مكان فيه ماء كبحر، نهر إلى آخره أنا أقصد أنا داهبة إلى داخل أسوار المدرسة، ما هو حرف الجر المناسب؟ هنا عندنا تغيير مكان يعني أنا داهبة، يعني أغير مكاني إذا أكوزاتيف إلى داخل أسوار مكان ما إذن حرف الجر المناسب هو إن إشغية إن دي شولر هي داهبة إلى بيتا هنا عندنا الذهاب إلى شخص ما، إذن ما هو حرف الجر المناسب؟ هنا حرف الجر تسو استخدمنا لأن عندنا الذهاب إلى شخص ما وعندما يكون اسم علم لا نستخدم أي أداة تعريف بمعنى البارحة كنت عند الخباز، الخباز هو شخص يمتهن مهنة ما إذن gestern war ich beim Bäcker يعني البارحة كنت عند الخباز عندما تذهب إلى شخص ما تستخدم تسو ولكن عندما تكون عند شخص ما تستخدم باي ich bin supermarkt يعني أنا في السوبرماركت هنا أصف المكان الذي أتواجد فيه إذن ما هو حرف الجر المناسب؟ علما أنني أتواجد داخل أسوار مكان ما وهذا المكان هو السوبرماركت إذن ich bin im supermarkt ich gehe see أنا ذاهبة إلى البحيرة مكان فيه ما إذن ما هو حرف الجر المناسب؟ ich gehe and then see لماذا عندنا أكوزاتيف؟ لأن عندنا تغيير مكان أنا أغير مكاني أنا ذاهبة إلى البحيرة ich fliege bald Spanien يعني أنا سوف أسافر على متن الطائرة قريبا إلى إسبانيا ما هو حرف الجر المناسب؟ إذن ما هو حرف الجر المناسب؟ عندنا الذهاب أو صفر إلى دولة ما وهذه الدولة هي إسبانيا Spanien بدون أداة تعريف إذن ich fliege bald nach Spanien Wann kommt sie Schule يعني متى ستأتي من المدرسة؟ وهنا أقصد من داخل أسوار المدرسة إذن ما هو حرف الجر المناسب؟ هنا عندنا القدوم يعني الخروج من مكان فيه أسوار إذن Wann kommt sie aus der Schule؟ Wann kommst du? Strand يعني متى ستأتي من الشاطئ؟ ما هو حرف الجر المناسب هنا؟ هنا عندنا القدوم من مكان فيه ما وهو الشاطئ إذن Wann kommst du vom Strand؟ Wir sind wir sind insel يعني نحن في جزيرة متواجدون في جزيرة ما هو حرف الجر المناسب؟ Wir sind auf einer insel ولماذا الضاطيف؟ لأنني أقول نحن نتواجد نحن نصف مكان تواجدنا Wann fern sie يعني متى سيدهبون هم سيدهبون يعني علمتني وسيلتي نقل إلى سويسرا هنا عندنا دولة بأدى التعريف وهي Die Schweiz سويسرا Wann fern sie in die Schweiz ولماذا الضاطيف؟ لأن عندنا الدهاب تغيير مكان Ich bin Italian يعني أنا في إيطاليا هنا أقول مكان تواجدي مكان تواجدي هو دولة دولة بدون أدى التعريف إذن Ich bin in Italian Am Montag fahr ich land 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 هنا معناها قرية وليس دولة يعني في يوم الاثنين أو يوم الاثنين سوف أذهب إلى البادية أو القرية ما هو حرف الجرء المناسب Am Montag لأنني أقول المكان الذي أتواجد فيه يعني ليست هناك حركة أو تغيير مكان Ich gehe berg berg أنا ذاهب إلى الجبل هنا عندنا الذهاب إلى مكان عالي إذن Ich gehe auf den berg ولماذا أكوزتي في أن عندنا تغيير مكان Ich gehe Apotheker أنا ذاهب إلى الصيدلية ولكن أنا لا أقصد إلى داخل الصيدلية أنا ذاهب إليها فقط يعني مثلا سألتقي شخصا هناك يعني لا أقصد إلى داخل أسوار الصيدلية إلى الداخل بل ذاهب إليها فقط إذن ما هو حرف الجرء المناسب Ich gehe So Apotheker أنا ذاهب إلى الصيدلية ولكن ليس إلى داخلها إلى داخل أسوارها Gienze Links يعني اذهب حضرتك يسارا مثلا يقول لك شخص ما أين يوجد مكان معين تقول له اذهب حضرتك يسارا Gienze Nach links Nach نستخدمها مع الاتجاهات عندما تقول نحو اليمين نحو اليسار نحو الشمال إلى آخره Sie fliegt oft Asien يعني هي تسافر على متن الطائرة كثيرا إلى قارة آسيا Sie fliegt oft نحو آسيا مع القارات نستخدم حرف جر ناخ Ich gehe Sport يعني أنا ذاهبة للرياضة لممارسة الرياضة ما هو حرف الجرء المناسب Ich gehe zum Sport عندما تكون ذاهب لفعلي نشاط معين كالعمل السباحة أو اليوغا إلى آخره تستخدم حرف جر So المناسب Ich bin Ikea فم يوغا بلجيكا ماكت إذن Ich gehe auf den Markt ولماذا أكوزاتيف لأن عندنا حركة تغيير مكان موسيقى موسيقى